دائما من تطوراتها الميدانية في أوكرانيا فقد أعلنت إذن وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها تخوض معارك عنيفة على جبهة دوناتسك تمكنت خلالها من تحييد أكثر من 120 جنديا أوكرانيا كما أعلنت الوزارة في بينلها مقتل عشرات الجنود الأوكرانيين بضربات نفذتها مقاتلات روسية على كوبيانسك ومن خلال التصدي لهجمات أوكرانية على محاور عدة وكان الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلنسكي قد أعلن التصدي لأكثر من 100 هجوم على محور دوناتسك في الساعات الأربع والعشرين الماضية وسط هذه الأجواء قال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية كولين كال بأن روسيا تصاعد ضرباتها الصاروخية في أوكرانيا من أجل إجهاد وإرباك قدرات الدفاعات الجوية الأوكرانية وأكد المسؤول الأمريكي بأن موسكو تسعى من خلال ذلك لتحقيق الهيمن على الأجواء الأوكرانية مشددا على أن واشنطن ملتزم بضمان عدم حدوث ذلك من خلال دعم الجيش الأوكراني بما يحتاج إليها وعلى خط المفاوضات ومساعد تهدئة استبعد الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلنسكي فكرة إقرار هدنة قصيرة مع روسيا وقال زيلنسكي إن موسكو تبحث الآن عن فترة راحة لاستعادة قوتها معتبرا بأن مهلة كهذه لن تؤدي إلا لتفاقم الوضع حسب تعبيره وكان البيت الأبيض قد جدد في وقت سابق تأكيده بأن زيلنسكي هو الوحيد الذي يمكنه الموافقة على بدء مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا رافضا أي فكرة عن وجود ضغوط أمريكية على كييف في هذا الاتجاه المزيد في واشنطن ينضم إلينا إياد الجغبير والتفاصيل تفضل إياد نعم فضيلة عندما قرر البيت الأبيض دعم أوكرانيا قال بأن الهدف من هذا الدعم هو حماية الديمقراطية في العالم وحماية السلم لذلك هو اليوم يؤكد على موقفه بأن صاحب القرار الأول والأخير فيما يخص موضوع التفاوض مع روسيا هي أوكرانيا هذا ما يريده البيت الأبيض الفكرة التي يريد أن يوصلها لكن رئيس هيئة الأركان الجيش الأمريكي قال قبل أيام بأن الجيش الأوكراني يقوم الآن بعمل جيد على أرض الواقع لذلك بإمكانه استغلال هذا التقدم من أجل الجلوس على إجبار روسيا على الجلوس إلى المفاوضات يبدو بأن هذا التصريح لرئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي ذهب بالعديد من التفسيرات الكثيرة بالنسبة للعديد من الصحافة المحلية والمحللين السياسيين لذلك كذلك أكد البيت الأبيض اليوم أن صاحب القرار الأول والنهائي في التفاوض مع روسيا بما يخص أوكرانيا هم الأوكرانيين لكن البيت الأبيض ما زال يؤكد أن مطلبه الرسمي هو خروج كامل القوات الروسية وانسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية هذا ما يريده البيت الأبيض وهذا هو الخيار الأول بالنسبة للبيت الأبيض أما فيما يخص التفاوض فهو يعتبر البيت الأبيض بأن هذا الملف هو ملف شأن داخلي يخص الحكومة الأوكرانية والرئيس الأوكراني شكرا إياد الشغبير في واشنطن